فيها العب كتير سعب تحطيني في حالة حب وقراهية مع اللي هي دايماً بتحاول انها تقدمه ويمكن ده حصل معي السنة اللي فاتت مع اللعبة كينجدوم كام تليفرانس وده لما تلاقي لعبة بتحاول انها تقدم شيء ما تضعش تنكر قدي ايه هو جيد او ممتاز لكن تلاقي في مقابله عيوب كتيرة جدا تعكر صف وتجربتك وتخليك تسأل اسئلة عن اسباب وجود المشاكل دي او تتخيل لو ما كانتش المشاكل دي موجودة من الاساس ده احساس كان عندي طول اربعين لخمسين ساعة لعبة في لعبة زي اللعبة اللي متقدمة من اللي من الممكن تسجله في العاب واللي فاتت ما كانش بالمستوى المرغوب فيه واللي بسببه بعض الناس بتحجم توقعاتها نحي وأنا من الناس اللي حاولت ان انا احجم توقعاتي وكل اللي انا كنت منتظره تجربة ار بي جي بسيطة من لعبة مش هتحمل نفسها فوق طقطها ولكن اللي انا شفتوا اللعبة بتقدم جوانب مت نوعه من ناحية المستوى اما انها هتكون ممتازة او متواضعة او ان احنا نشوف جوانب تانية مش هتردد بوصفها بانها سيئة وهنا يظهر طموح فريق التطوير العالي قدام امكانياتهم ومواردهم اللي وضح ضعفها وقلتها من خلال تجربة اللعبة بتحكي قصة من ممكن انا شخصيا ما شفتش في الالعاب حاجة بنفس او الفكرة بتاعتها خصوصا في وسط القصص اللي بتقدم اجواء في العاب وهي بالكامل بتتكلم عن فكرة الاستعمار ومتأثرة بشكل كبير جدا بالتاريخ الاستعماري الخاص بدول اوروبا للامريكتين وتعامل الدول المستعمرة دي مع السكان الاصليين تحديدا فاللعبة باختياراتها وباحداثها اللي بتجمع ما بين الدبلوماسية او ساعات استخدام العنف بتحطك في دور شخص بيتنادى طول اللعبة باسم وهو مبعوث لزي منظمة تجارية اللي هم دور كبير في الاحداث والسياسة اللي بتحصل في جزيرة ودي الجزيرة المستعمرة في اللعبة نفسها فيه تلات جوارب هبص من خلالهم لقصة وهما او الاجواء العامة للقصة والجانب التاني هو الاحداث والتالت هو الشخصيات وخصوصا شخصية بطل اللعبة الجانب الاول وهو اللعبة وصفه العبقري كلمة قليلة جدا في نظري وده بسبب يرجع لان القصة قدرت في سواء احداثة الاساسية او المهمات الجانبية والشخصيات انها توضح ازاي ان العالم ده ما هواش ابيض واسود وحالة ان اكتر من دولة او جماعة لو اجتمعوا على استعمار قارة او جزيرة جديدة بيكون في اختلافات كبيرة بينهم في الغاية والوسيلة والمعتقدات والاسليب السياسية اللي بيتبعوها وجانب المستعمرين هنا بيشمل اكتر من جماعة بيمثلوا حالة الاختلافات دي بشكل عظيم على الجانب التاني بالنسبة للسكان الاصليين للجزيرة نفس الكلام مع التركيز على معتقداتهم والاختلافات الثقافية بينهم والاختلاف في درجة رغبتهم في التعاون مع الناس اللي جايين يستعمروا جزيرتهم فالجانب ده تحديدا في القصة كان عظيم وهائل في شكل من اجواء وخيال اصلي في الفكرة ما شفتوش في اي لعبة قبل كده وده الاستعراضه من نقشة افكار يمكن شفناها كتير وهي ما هياش جديدة في فكرة بل اختلافات اللي بتكون مبنية على اسباب ممكن تكون عرقية او سياسية نيجي بقى للجانب التاني وهو القصة او الحبكة الرئيسية بتاعة اللعبة وكونها بتارد احداث من وجهة النظر دي سهر دي واللي بدوره لابد ان هو يدور بالوسيلة طبعا المتاحة ليه كلاعب عن حل واصول وعلاج لمرض اسمه مالكور وده مرض اجتاح موطنه الاصلي والقرة لموطنه الاصلي ده متواجد فيها وعلى ما يبدو ان اصول المرض ده ترجع لجزيرة فهنا الحبكة بتدور حوالين المهمة دي من خلال كم الاختيارات المتاح لك من تحالفات وتكوين عدوات بينك وبين اطراف مختلفة والاطراف دول مش تسكان الاصليين بس انما الجماعات التابعة للتواجد الاستعماري في الجزيرة وهنا من موقع الاحداث الاساسية في اللعبة تظهر بالتزبزبات اللي موجودة من خلالها لان على عكس اغلب الالعاب اللي بتتفرع ساعات في حبكتها لمواضيع كتيرة جانبية وبيتجمعوا في الاخر في نقط مهمة في الاحداث قصة للأسف فيها شوية تشتت يخلي اللي بيلعب يسأل في نصها مسلا وانا مفروض بعمل ايه? ايه الغرض الاساسي من المهمة اللي في ايدي في وسط الحبكة الرئيسية وبناء عليه في حالة تمطيط واضحة في القصة بتفكرني ساعات بالتمطيط اللي كان في نص قصة حتى مع استمرار القصة للاخر بيتلاحظ ان ازاي في كتابة الاحداث فيه ادراك متأخر جدا لمشكلة التمطيط بشوية احداث من ممكن يكون فيه تصرع بنسبة كبيرة جدا في انهاءها. بس على الاقل اللي اختيارت هنا كانت مدية دافعة للاهتمام بالاحداث دي بشكل ملحوظ ودور الدبلوماسية او الميل العدائية كان حاضر هنا بشكل ظريف بس قبل ما نتكلم عن النقطة دي في الجيم بلاي نتكلم عن جانب تاني بقى وهو جانب الشخصيات وهو الجانب الاخير في القصة. الشخصيات الجانبية في اللعبة كانوا في نظري كويسين جدا بيتقدم من خلالهم التنوع اللي بيبان فيه الثقافات والسياسات والمعتقدات المختلفة لعالم اللعبة وان الكل واحد منهم شخصية مميزة مبداية على اللي بيحصل من حواليه وتجاربه الشخصية وبتستكشف دوافعهم وقراءهم من خلال مهماتهم الجانبية وده كان الحقيقة جانب ممتاز ولكن المشكلة الكبرى في القصة دي واللي انا سيبها للاخر بطل اللعبة. عارفين معناه ايه? ان انتو مطلوب منكم تتقمسوا دور لوح تلج مهما كانت اختياراتكو. دي سار دي من اسوأ الشخصيات اللي عدت علي في اي لعبة ار بي جي. شخص دوره هو استقبال كلام الناس من حواليه ومش بيبان اطلاقا في حواراتو او اراءو على حسب الاخترارات بتاعتك. هي اسماته الشخصية غير ان هو لوح تلج. ده كان شيء مؤثر بشكل سلبي جدا على تجربة القصة والتقمس الدور او اللي قايم عليه تصنيف لعبة زي. يمكن في مشكلة القناية تانية معوقة لتجربة من ناحية هنتكلم عنها برضو بعد شوية. مطورين اللعبة قبل منزولها ووضحوا بشكل كبير قدية ان هما كانوا متأثرين بالعاب بايوير في تطورهم لجريد فال. وفي نظري سواء من خلال اللي شفتوا في الدعاية او مع تجربتي للعبة هما ما كتبوش تماما. فعلا جريد فال متأثر بالعاب بايوير وخصوصا دراجون ايج وده يمكن الشيء اللي حمسني ان انا اجرب اللعبة. بس من هنا هنبتدى نلاحظ تلسلة تناقضات كتيرة جدا في مستوى جودة اللي بتقدموا اللعبة. استكمالا اللي كنا بنتكلم عنه في القصة الاختيارات في اللعبة هنا مستواها جيد جدا. وخصوصا انها بتركز على جانب ليه علاقة كبيرة جدا بنقطة انك انت على جانب مستعمر لارض مش ملكك. فكان فيه كم كبير من الاختيارات اللي بتدي اللي بيلعب امكانية استخدام الدبلوماسية او التهديد او استخدام العنف بشكل مباشر. الاختيارات بشكل ممتاز خلت بناء علاقاتك مع الشخصات في فريقك بيبقى فارق شوية في حاجات زي ان لو علاقتك كويسة بفيسكاس اللي بيمثل جامعة الناتس هتلاقيه دايما بيساعدك وبيختصر عليك حاجات كتيرة جدا في مهمات لو ليها علاقة بجماعته. واغلب الشخصات المساعدة بتتم بالشكل ده من خلال المهمات الجانبية الخاصة بالشخصات بتاعتهم. اختاراتك بشكل عام في اللعبة برضو مؤثرة بشكل حلو على النهايات. اي نعم هما نهايتين في الآخر. بس الموضوع ماشي انك انت بتشوف من النهاية الحلوة تفاصيل كتيرة مختلفة على حسب انت اخترت تقف جنب مين? تعادي وده شيء ممكن بعض الناس يحبطوا منه ان ما فيش تنوع كبير في النهايات. يوضح مدى رمضية الاختيارات تتقصة. بس شيء يحترم ان اللعبة عملت حساب اختياراتك حتى في بعض المهمات الجانبية وسط النهايتين الاساسيتين. لكن ما اقدرش اقول ان عنصر الاختيار اللي بيميز العاب هنا في كان عنصر قوي في باقي جوانبه. عشان اوضح لكم ليه بقى لابد ان انا اتكلم عن مميزات تانية. اسبتوا لي برضو بشكل كبير من اللعبة دي ان هم فهمين يعني ايه لعبة بشكل افضل من مطورين واستيديوهات كبيرة بالميزانيات ضخمة لكن للاسف فهمهم هنا كان على الورق بس. لان في مشاكل في التنفيذ. لان من الاول كده اللعبة قدمت نظام سلس في تكوين الشخصية خاصة بيك. بانك انت بتدمج زي ما انت عاوز بما بين القدرات واسليب اللعبة مختلفة. قدموا نظام اقرب لسلسلة اللي هو عشان تبني بيش شخصية بتاعتك باسلوب حرة ومتنوع. من الممكن ما يكونش بضخمة العاب تانية بس هنا كان في مقدار حرية ممتاز في انك انت تختار انت عاوز تلعب بيه. حتى نظام في اللعبة مش غرض انك انت تصنع وتعدل بحيث انك انت تعلي ارقام وبس انت بتضيف اكتر واكتر للطريقة اللي بتبني بيها الشخصية في قدراتها الاساسية. زي ان مثلا ممكن تزود نقط لمهارتك في الكاريزما او الكرافتينج. وده من غير من انك انت تعمل ففعلا هم عاملين نظام في اساسه وقواعده ممتاز. وعناصر اللي بيقدمها فيها تنوع عالي في اي بيلد ممكن تعملها. لكن انا ببتدي بقى نخش في باقي جوانب اللعبة ونحط بقى اللي احنا بنعملها دي تحت الاختبار. نلاقي للأسف ان الحلم ما بيكملش. تعالوا نبتديها بالانظمة القتلية للعبة. انا يمكن كنت محظوظ باختيار الاخفون من ناحية العيوب. وهو الاعتماد بشكل كبير على السحر. سمعتم الناس كتير ان الاعتماد على القتال المباشر بالسيوف او الافخاخ مو يكون ضعاف جدا. ولكن حتى السحر من تجربتي كان النظام القتالي مزعج لتلات اسباب. اولا النظام السيء هنا اه ليش بيثبت على اي هدف قدامي وساعد بيلغي تحديد الهدف من نفسه. وده كان بشكل مزعج اكتر واكتر. سانيا الكاميرا. الكاميرا هنا ضعيفة جدا في تتابع الاكشر. ومع مشكلة بتزود الطينة بلا. خصوصا في الاماكن الديئة الكاميرا هنا بتكون كابوسية. ثالثا. ازا كان الاصطناعي. ملوش غير كلمة واحدة. ضايع. بحالة بشويلة بطاطس. في بعض الاحيان ممكن يوقفوا المواجهة ويرجعوا الاماكن ممتاني. ولا كان حاجة حصلت. حتى لو بصفايت. او من ممكن هم ما يشوفونيش خالص. لكن تعال نتكلم عن تصميم المهمات لان في نظري دي اكتر حاجة بتعكر وبتوقع بشكل كبير الار بي جي الممتازة في اللعبة دي. المهمات اللي كان بتمر قدامي مما بين الاساسية والجانبية كان ممكن تكون تقلدية او مهمات بدائية في التصميم. افضل جانب في نظري في المهمات هو الحوارات دايما والاختيارات اللي انت ممكن تاخدها عشان تحل بيها المشاكل اللي قدامك. لكن لما نيجي نبص لتصميم المهمات ومراحلها تحديدا بنقابل رغبة من مطورين اللعبة في انك انت تستفيد من اسلوبك اللي انت بنيت بيه شخصية بتاعتك. لو مسلا عليت في مهارة فتح الاقفال هتقدر انك انت تستغل حاجة زي كده. لو عليت في مهاراتك البدنية تقدر انك انت تطلع اماكن عالية او تكسر حطان. وهكزا. الموضوع بيبان في الاول قد ايه فعلا هم بيحاولوا يخلي اللي بيلعب يستغل البلد بتاعته بشكل كويس. بس للاسف مع الوقت بتبان مشكلتين. المشكلة الاولى هي بدائية تصميم المراحل بشكل ما يكونش فيه استخدام زكي لعناصر اللي معاك. لازم كل المرحلة تلاقي بشكل متوقع فكرة او فكرتين مرميين بشكل مكرر زي اي اما انك انت حيطة عامتك تكسر اي اما باب مقفول تفتحه باللوكباكينج. ولانا شايفه كان افضل في بعض المهمات كون اللعبة بتخليك اختياراتك مع الشخصات الجانبية واستحابك ليهم معاك في المهمات لتأثير على الحوارات. لكن غير كده تصميم المراحل ممكن يكون تكراري وبداية. المشكلة التانية وهي برضو ممكن تكون ليه علاقة بشكل كبير بالمشكلة الاولى. وهي ان في نظري فيه في بعض الاحيان رغبة ان يكون فيهم عقاب لي على بعض الاختيارات اللي انا اخدتها في البلد بتاعتي. يعني انا على سبيل المسال واحد كنت معتبت بشكل كبير على السحر في القتالية بتاعتي والالبيركس اللي بتساعد الجانب ده. بالاضافة للتركيز على الكريزما عشان اقدر احل بعض المشاكل بالحوارات بشكل فعال. فيه انعاب يكون عد عليها اكتر من عشرين سنة ما خلتش اللي بيلعب يحس ان اختياراته بالتركيز على جانب واحد او اتنين كان اختيار غير موافق. لكن هنا بقى للأسف العكس وهقدم لكم مسال. وده حصل من خلال مهمة كانت قدامي ان انا عشان اعرف اخرج من منجم من جهة معينة في باب لازم يتفتح ولازم اعمل لدراع حديدي للباب ده عشان يتفتح. المرحلة ما حاولتش ان اتقدم اي شي او اي حلول مختلفة او اي طرق زكية ان انا اقدر استخدم بها بلد بتاعتي وما فيش اي حل موجود قدامي غير ان انا اكون مسلا معالي في مهارة زي الكرافتنج. وده يبقى يتفعل ان انا اضرب مشوار لمدينة قريبة عشان اقدر ان انا اروح يعمل لي حتة حديدة. دي حاجة ضربت اندماجي في المهمة واجواء المهمة نفسها بالنار. ووقفة ضد المطورين بتاع اللعبة عاوزين يعملوا من الاساس. واللي هو ان يكون في حرية في انك انت تختار اسلوب لعبك وتصميم مهمات وتصميم مراحل يكون مناسب للي انت اختارته. وفي مواقف كتير قررت معايا بالشكل ده. وكأن اللعبة بتحاول انها تعقبني على اختيارات زي ما قلت لكم. وده زي ما حصل في لعبة زي او النزلت السنة اللي فاتت. هل المشاكل بتاع اللعبة بتوقف عند النقط دي وبس اه للاسف لا. ما بتحاولش انها تقدم نفسها كلابة عالم مفتوح انما ما هي بتقدم نفسها بمناطق صغيرة. في الحجم وانفصلين عن بعض. حاجة كده ما ممكن تفكرنا بلعبة زي برضو. انا بقى مش عارف الهدف بتاع مطورين كان ايه من الاساس لحاجة زي كده بس انا حاسس ان كان في رغبة لتقديم عالم مفتوح كبير. لكن الاتبارات قنية تم تقسيمه على اكتر من منطقة صغيرة. هنا بقى يا تكرار بيقات ما شفتش زيه في حياتي. بدون دافع قول الاستكشاف. فيه مناطق تدي احساس انها منسوخة كمان من اللي قبلها. ويمكن المدن فيها تفاصيل مختلفة من خلالها. بس المشكلة في تصميم الداخلي لبعض المباني. المباني من جوه في كل مدينة شبه بعض بالمسطرة. كعينة عمل لهم كوبي باست. ده غير بقى الجلتشات. اللعبة دي مانينة جلتشات كتيرة جدا. وخصوصا في تصميم بعض المهمات. ان فيه بعض النقاطين عشان تخلي المهمة تستمر من خلالها. بتلاقي انها مش شغالة كويس جدا. وحصلت معي اكتر من مرة. ومرتين طول فترة لعبي اضطرت ان انا اعيد من سيف فايل قديم. عشان اقدر ان انا اتفادى جلتش عبارة عن ان فيه شخص مش راضي ان هو يتكلم معي عشان المهمة انها تستمر واقدر ان انا خلصها. حاجة زي كده ما كانتش مقبول على الاطلاق. ولاقيت ان فيه ناس برضو بتشتكي منها كتير على الانترنت. طقنايا ممكن تكون الالعاب اللي الواحد ما يستناش منها كتير على جانب ده جانب نسبة توضعه ممكن تكون متوقعة. ولكن الواحد يكون على الاقل مستني من اللعبة انها تكون مقدمة اتجاه فني كويس. تصميم الاماكن في المدن كان بسيط كان عادي جدا. تصميم المناطق برية على رغم من تكرارها شديد جدا. كان فيه مناظر ممكن تكون جميلة شوية. تصميم الشخصيات في بعدها نقطة واحدة بس هنجيلها في ثواني من حيث لبسهم الدروع بتاعتهم كان كويس. تصميم الوحوش كان ممتاز. ولكن بقى في لعبة زي دي مدتها تلاتين ساعة لعب على الاقل. وانا شخصيا خلصتها ما بين اربعين لخمسين ساعة. الموضوع هنا كان مؤلم بشكل مبرح. ان انا افضل اشوف التحريك السيء ده لوجوه الشخصيات. ولساعات منه حركة شفاف بتكون بعيدة تماما عن الشخصيات بيقلوه. وانا مش بطالب بحركة وجوه آآ يتمثل الالعاب بس على الاقل تحريك بسيط ما يكسرش اندماج الواحد مع قصة اللعبة. مش كفاية ان انا بلعب بشخص زي ما اصفته من شوية بان هو لح تلج. المشكلة التانية بالنسبة لي كواحد لعب اللعبة دي على هو الاداء. الاداء في اللعبة دي ما شمي شريحة ايه اللعبة قدمته هنا عشان يخليها تسحب سبع جيجا رامات من الكارت الشاشة عندي في بعض الاماكن. وتشتغل في بعض الاحيان تحت الاربعين فريم. انا ما عرفش وضع نسخة الكانسلز ايه بس الاداء هنا لا يسر لا عدو ولا حبيب على بيسي. وخصوصا لما بعمل فاست ترافل على مناطق جديدة او بلف الكاميرا بسرعة بيحصل فريم دروبس بشكل بشع. لكن العكس من حيس الجودة والاهتمام في الاصوات كان خلال الاداء التمثيلي للشخصيات هنا في اللعبة اللي كان ممتاز ورائع. الاهتمام باللهجات وحتى اللغات الخيالية للسكان الاصليين في مجهود يحترم هنا. حتى الساوند تراك كان برضو فيه الحان ممكن تكون جميلة شوية خصوصا في تنقلك في الملاطق اللي ممكن تكون متشابهة مع بعضه الممرلة دي. في بداية المراجعة انا في حاجة قلتها وهي ان جريد فال لعبة حطيتني في حالة حب وكراهية مع اللي هي بتحاول انها تقدمه. اللعبة فيها عالم ولور وصراعات سياسية وقبلية وافكار ار بي جي ممتازين. ده كله للاسف متغيم عليه بعيوب كتير جدا ومش هتردد للحظة ان انا اقول انها كانت على حفة انها تخليني ما يقدرش اكامل اللعبة. بس اللي انا حطيته النفسي طول ما انا بلعب اللعبة هو ان انا اتعامل معها لانها اللعبة ار بي جي فوق المتوسطة من منتصف الجيل اللي فات. وحتى برضو لو كانت اللعبة نزلت في نص الجيل اللي فات كانت تعرضت لانتقادات كتير جدا. انا شخصيا محترم جدا طموح للمطاورة اللعبة. محترم اكتر واكتر فهمهم للجوالب اللي بتقوم عليها اي لعبة ار بي جي. لكن للأسف امكانياتهم واضح جدا انها ما كانتش مناسبة لتحقيق طموحهم. ودائما انا بكررها ان انا بنتظر من اي لعبة انها تكون مش مكلفة ومحملة نفسها فوق طاقتها. وده للأسف حصل عكسه هنا في لعبة زي جريد فال. انا بصراحة بكم المشاكل انا قابلتها في اللعبة في تصميمها اللي بتأثر بشكل كبير جدا على استمتاع بيها والجوانبها التقنية والجودة العامة لها تخليني بصعوبة ان انا اقترحها والاصح في نظري تأجيلها لحد لما على الاقل تاخد مجموعة تحسن الجوانب اللي ينفع انها تتحسن. معيني برضو في الحالة دي اقترحها هيفضل بالنسبة لي صعب شوية الا بقى لو حد حب يتعامل معاها لانها لعبة قديمة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة